موسيقى السابعة صباحا بتوقيت القدس الشريف ناشرة مفصلة للأخبار نستهلها بأبرز العنوين موسيقى عدوان أمريكي بريطاني جديد يسادف شرقية مدينة صعدة بعد ساعات على استهداف الحديدة المقاومة الفلسطينية تمنع محاولات الاحتلال للتقدم على جبهات التواغل وتلتحم مع آلياته في خانيونس موسيقى اقتحامات في الضفة والفلسطينيون تصدون الاعتداءات الاحتلال في يعبد واطول كرم موسيقى ستة شهداء على طريق القدس في جنوب لبنان والمقاومة تعلن استهدافها مواقع عديدة للاحتلال الاثنين موسيقى مجلس الأمن الدولي يبحث الاعتداء الامريكي على العراق وسوريا وروسيا والصين تتهمان واشنطن بالعمل على توسيع الصراع في الشرق الأوسط موسيقى أهلا بكم وصباح الخير برغم المجازر والقصف العشوي على غزة تواصل مقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال على مختلف المحاور تطورات متسارعة من غزة إلى جبهات الإسناد والمشاركة نتوقف عندها في هذه النشرة والبداية من عدوان أمريكي بريطاني جديد على اليمن فجرى هذا اليوم موسيقى عدوان أمريكي بريطاني جديد سادف شرقية مدينة صعد شمال اليمن بثلاث غارات وكان عدوان مماثل قد سادف أمس محافظة الحديدة الساحلية وشنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية 15 غارة على المحافظة الساحلية على البحر الأحمر وللاطلاع أكثر على مجمل الأوضاع الميدانية في اليمن ينضم إلينا من صنع مراسل الميدين أحمد زبيبة مرحبا بك أحمد وصباح الخير عن الغارات التي استهدفت صعد تحديدا ما هي الأهداف التي كانت مستهدفة خلال هذه الليلة من قبل العدوان الأمريكي لبريطاني وهل نتج عنها أي خسائر؟ نعم هو فجر اليوم عدوان أمريكي بريطاني متجدد على اليمن وتحديدا على محافظة صعدة هذه الغارات عبر صواريخ شديدة الانفجار استهدفت الناحية الشرقية من مدينة صعدة هناك ارتفاع لوثيرة الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن أيضا في نوعية الصواريخ المستخدمة والتي يتم إطلاقها إما عبر طائرات أو عبر البوارج الحربية من البحر هناك أيضا تأتي هذه الهجمات الأمريكية البريطانية بعد ساعات من استهداف مدينة الحديدة وتحديدا منطقة الكثيف وهذه المنطقة هي منطقة أكثر تجمعا للسكان بدأت الغارات تقترب أكثر من المناطق المدنية والمكتظة بالسكان وهذا ما لوحظ خلال الأيام الماضية كانت الغارات تستهدف إما معسكرات فارغة أو هذه المناطق التي تعتبر بنك أهداف سابق وتم استخدامها خلال فترة التحالف الحرب أو السعودية الإماراتية وهذه الغارات كما تحدثت صنعا هي محاولة أمريكية لتوسيع الحرب والتصعيد وأيضا كما قالت صنعا أنها جعلتها أمريكا حرب محتوحة وأنها ستتحمل مسؤولية ما سيحدث وعما يتعلق أيضا بهذه الهجمات تحدثت صنعا أن هذا التصعيد الأمريكي البريطاني سيواجه بتصعيد مماثل من قبل صنعا وقوات البحرية اليمنية شكرا جزيلا لك من صنعا مراسل الميدين أحمد زبيبة دانا تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للأدوان على اليمن استهداف التحالف الأمريكي البريطاني الأعيانة والمنشآت والمتنزهات المدنية في الحديدة وأكد أن هذا الاستهداف يمثل حالة التخبط والفشل السياسي والعسكري الأمريكي البريطاني وأحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة كامل المسؤولية حيال السكوت عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني والأمة كما أكد أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إسرارا على المضي في المعركة وأن المعتدين سلقون الرد عاجلا في الأثناء أكدت هيئة عمليات التجارة في البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم عن حادث على بعد 750 ميلا بحريا غربي الحديدة وفي السياق الموازن قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت غارة على طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات المسلحة اليمنية وزعمت أن القوات الأمريكية تعرفت على المسيرتين المفخختين في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة بحسب البيان وزير الدفاع البريطاني جراند شابس رأى أن الضربات على أهداف في اليمن لم تؤثر في رغبة اليمنيين باستهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر طائراتنا استهدفت محطة تحكم أرضية داخل موقع دفاعي وقد جرى استخدام المحطة للسيطرة على هجمات الحوثيين كما تطلق المسيرات من أماكن أبعد في الداخل وتعمل فوق البحر الأحمر وتضرب السفن الدولية أو تستهدفها محافظة الحديدة تواصل أداء دورها التاريخي فهي كانت ولا تزال من أبرز المناطق الاستراتيجية في اليمن التي تغير السياسات وتتصدى للحملات وتعبر عن لسان الشعب اليمني التفاصيل مع عبدالله الفرح عروس تحتضن أحلام أبنائها إنها الحديدة المحافظة التي تغير ملامحها من أجل هذه الأحلام تقاتل وتدافع وتصمد وترسم ملامح تاريخ اليمن الحديث وها هي تطلق اسم السابع من أكتوبر على أحد شوارعها الرئيسية اعتزازنا وافتخارنا كأمة إسلامية بهذا اليوم الذي يضم كل المسلمين ولا يعني فئة من المسلمين سنة وشيعة وكل من يحمل قضية إسلامية والحدث الطوفان الأقصى الذي هيج مشاعر الأمة الإسلامية كاطبة مع دلخونا والمطبعين الذين ناءه والتسمية جاءت نتيجة متطلب الشارع اليمني 7 أكتوبر شارع بارز من شوارع الحديدة أطلقت السلطة المحلية عليه هذا الاسم تجسيدا لروابط الانتماء والولاء للقضية الفلسطينية فضلا عن أن هذا الاسم يضع الجميع في صورة أن اليمن لن تقف على الحياد في القضايا الكبرى وهي في المعركة كليا وبكل اعتزاز أقل واجب نقوم به بالحديدة هنا هو تغيير الشوارع 7 أكتوبر مناصرة للقضية الفلسطينية من هنا من الشارع 7 أكتوبر الذي تم تغييره قريبا لقضية الفلسطينية وذلك احتفاءا بفلسطين وما يحصم الأدوان على غزة وفي إطار ترسيخ هوية الساحل الغربي لليمن أطلق اسم شارع فلسطين على أحد الشوارع الأخرى ويشعر أبناء هذه المحافظة الساحلية والإستراتيجية بالفخر لوقوفهم الكامل مع القضية المركزية وعدوتهم المطلقة لإسرائيل ولذا يسخرون جغرافيتهم ويعيدون تسمية شوارع مدينتهم ورسم ملامحها من جديد محافظة الحديدة الساحلية أهامة اليمن وكاهلها الشديد الذي يوثق به ويحمل عليه تغير اسم شوارعها وتقول للعالم أنا وكل سواحلي لفلسطين من محافظة الحديدة اليمنية عبدالله الفرح الميادين ومن اليمن إلى غزة الصامدة حيث أعلنت كتائب القسام استهداف ست دبابات على الأقل في عمليات متفرقة في القطاع كما أعلنتنا مجاهديها أوقعوا رتل آليات إسرائيلية في كامل مركب بحي الأمل غرب خانيونس حيث فجروا ثلاث عبوات مزروعة مسبقا في دبابة مركزة وأستهدفوا دبابة أخرى بقاذفة الياسين 105 وأعلنت الكتائب كذلك تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس قصف خلالها تجمع لقوات الاحتلال المتواغلة غرب مدينة غزة ونشرت مشاهدة من التحام مجاهديها مع آليات العدو غرب خانيونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تجمعات لجنود الاحتلال وآليات في محاور التقدم بالصبر وتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة إضافة إلى قصف تجمع للجنود شرق قرية المصدر وسط القطاع كما قصفت تجمعات للجنود في محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة وعرضت مشاهدة من السيداء في مجاديها جنود الاحتلال بقنابل برق المضادة للأفراد في محاور التقدم بخانيوز ونطمحن شعبنا ونطمحن أمتنا العربية والإسلامية ونطمحن قيادتنا أن المقاومة بألف خير وأن حصراء القدس موجودة محاضرة في الميدان في محاور التقدم في منطقة حي المال ومنطقة الممسكة وبإذن الله عز وجل سيندحن هذا العدو وسيهزم الجامع ويولونا الضبع بل الساعة موعدهم وساعة وأذهبهم اشتركوا في القناة بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وعرض السراء القدس أيضا مشاهدة من القصف الذي سادف المواقع وتجمعات العسكرية الإسرائيلية في محاور تواغل شرق المحافظة الوسطى وشمالها الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر اشتركوا في القناة وفيما يواصل الاحتلال إبادته الجماعية ارتفع عدد الشهداء إلى 27 478 شهيدا ونحو 66 800 جريح وفق بيان وزارة الصحة في غزة البيان أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحية 113 شهيدا وأكثر من 200 جريح خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بينها مجزرة في مدينة دير البلح سشد فيها 30 شخصا 122 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما زالت الكلمة للميدان عمليات كر وفر تنفذها المقاومة الفلسطينية في معارك وصفها وزير الأمن الإسرائيلي يواث جالنت بأنها الأكثر تعقيدا فيما تسعى القوات الإسرائيلية إلى تحقيق خرق ما في مدينة خان يونس فتشن فيها أكثر الغارات التدمير تقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 113 فلسطينيان استشهدوا وأصيب 205 في 13 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هم نازحين من غزة للوسطى إلى رفح حاليا كانوا سكنين في غرفة سباست في أرض حي السلام مبارح في الليل تقريبا ساعة 11 إلى 12 إلا تم استهداف الغرفة صاروخ مباشر من زنانة الغرفة كان فيها عبارة عن مساء وأطفال فقط الغرفة كلها تهدمت في أقروسهم في المقابل أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها من استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين تحصنوا داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح غربية مدينة خان يونس جنوبية القطع الجناح العسكري لحركة حماس أكد أيضا تمكن مقاوميه من الاستلاء على طائرة استطلاع من طراز سكايلارك كانت في مهمة استخبارية للعدو غرب مدينة خان يونس أما حال سكان القطع فرغم مناشدات المنظمات الإنسانية ولا سيما الأمم المتحدة من خطر مجاعة يحدق بالغزاويين تعمدت البحرية الإسرائيلية استهداف قافلة مساعدات غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال القطع بحسب ما أكده مدير الأنر وفي غزة توماس ويت في تغريدة عبر التطبيق إكس الوكالة نفسها نشرت عبر منصاتها الاجتماعية فيديو يواثق مشاهد مروعة للدمار في أحد المستشفيات شمالي القطع وعلقت بالقول لم يتبق شيء هذا مستوى غير مسبوق من التدمير والتهجير القصري يحدث هنا أمام أعيننا بيان خنافر الميادين المتحدث باسم مزارة الصحة في غزة أشرف القدرة كشف أن معظم الأدوية التي تدخل إلى القطع هي أدوية لا لزوم لها ولا تلبي الحاجات وقال في تصيح للميادين أن بعض الدول يحول غزة إلى مكب لنفاياته من الأدوية وأكدنا الحاجة الملحة لإخراج سبعة ألاف إصابة للعلاج في الخارج إضافة إلى الاستهداف المركز لـ 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة وإخراج 63 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة وتدمير 123 سيارة إسعاف لا زال الاحتلال الإسرائيلي أيضا يصر على إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر وذلك من خلال استخدام المساعدات الطبية كسلاح إضافي لقتل الجرحى والمرضى حيث يتعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المسالكات الطبية والأدوية وفق احتياجات وزارة الصحة حيث رصدنا خلال الفترة الماضية أن حجم ما دخل من مساعدات طبية للأسف رغم أنه خارج احتياجاتنا أن فقط نسبة الاستفادة منه لا تتجاوز 30% وبالتالي 70% مما دخل إلى قطاع غزة سيبقى فاقدا دون الاستفادة منه على الإطلاق إذا تحدثنا عن تقريبا 500 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة فقط مستلزمات كورونا رغم أن العالم بأسره غادر مربع كورونا منذ عامين وبالتالي ما يحدث هو عملية إلقاء لما هو في مخازن بعض الدول إلى داخل قطاع غزة ويعتبر أن قطاع غزة مكبل النفايات اقتحمت قوات الاحتلال الإصالي قرى وبلدات عديدة في الضفة أبرزها بلدة يعبد في محافظة جنين حيث نشرت فرقة موشات على مداخلها ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها يتذلك فيما اندلعت مواجهة في بلدة قفين شمال طول كرم حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عقبة أجبر ومخيم عين السلطان في أريحة وصل اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي من المتوقع أن تقدم المقاومة ردها على مخترح باريس خلال أيامه هل ستوافق الأطراف على اتفاق إطار باريس وتفضي المفاوضات في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي تقرير عمر كايد هل سيتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهل ستوافق الأطراف على اتفاق إطار باريس وتفضي المفاوضات في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي في قراءة الاتفاق باريس فإنه ينص على يكون الحل بثلاثة مراحل مدتها تسعون يوما تتوقف خلالها كل العمليات العسكرية بما فيها تحليق المسيارات ويجري في كل مرحلة إطلاق عدد من الأسرة والتفاوض خلال هذه الفترات لحل الملفات الأخرى والاتفاق على التفاصيل والأليات والجداول الزمنية كما ينص على دخول كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والدواء والوقود وضمان تيسير حركة الخروج من غزة وتحديدا الجرحة لكن ما لم يأتي اتفاق باريس على ذكره وهو الأهم لدى حركات المقاومة هو وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمان إعمار ما دمرته آلة القتل الإسرائيلية أمام هذه الصيغة المبهمة تخشى حماس أن يكون الاتفاق منورة تسعى من خلاله تل أبيب إلى سحب الورقة الأهم من يد المقاومة وهي الأسرة ثم تستأنف عدوانها وتعقد عملية الإعمار ولا تنسحب من غزة وتواصل حصارها وكي لا تقع المقاومة في فخ أعدائها أثرت التريث في الرد وعمدت إلى إجراء مروحة مشاورات واسعة في أطورها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية وحلفائها في محور المقاومة وأصدقائها الإقليميين من المتوقع وبحسب المعلومات أن تقدم المقاومة ردها خلال أيام ومن المرجح أن يشترط الرد على نحو صريح أو ضمني أن تفضي المفاوضات في مآلاتها العملية والنهائية إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتوافق على تفاصيل الإعمار ورفع الحصار فالمقاومة وإن دخلت المفاوضات لن تسلم العسكريين أبدا ما لم تضمن تحقيق هذه الشروط قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن غزة جزء لا يتجزه من الدولة الفلسطينية مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول مخططات الاحتلال أو التعامل معها في فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية وخلال استقبال وزير الخارجي الفرنسي في رمالة أضاف عباس أن السلطة لن تقبل اقتطاع أي شبر من أراضي غزة مشددا على أن دولة فلسطين ترفض رفضا قاطعا تهجير أي مواطن سواء في القطاع أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو جدد تأكيد ضرورة تحقيق ما سماه الانتصار التام في العدوان على قطاع غزة الانتصار الكامل ضروري لأنه يضمن أمن إسرائيل الانتصار الكامل هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من تأمين المزيد من اتفقيات السلام التاريخية التي تلوح في الأفق الانتصار الكامل سيوجه الضربة القاتلة إلى محور الشرق لإيران وحزب الله والحوثيين وبالطبع لحماس وزير الأمن الإصالي أفغالان تأكد أن الوقت الآن يتطلب اتخاذ قرارات سياسية صحيحة من أجل الالتزام بالأهداف العسكرية ينتقل السنوار من مخبأ إلى آخر ولا يستطيع الاتصال بمحيطه وجرى العثور في الأيام الأخيرة على مواد مهمة لأماكن كان فيها العمل العسكري مرتبط بعمل سياسي ودفع البديل السياسي هو فقط الذي يضمن القضاء على حماس لن تفرض سيطرة مدنية إسرائيلية في القطاع والآن هو وقت اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل الالتزام بالأهداف السياسية التي حددناها وقال المعلقون إسرائيليون من أهمية كلام غالانت لكون قد تحدث عن قرب الوصول إلى السنوار أكثر من مرة من دون نتيجة تحدث ناتنياهو في كتلة بيكود عن كل قيادة حماس وهنا نسمع غالانت يتحدث على نحو المحدد عن يحيي السنوار وهو يتحدث كثيرا ولكن من المهم أن نرى نتائج لقد تعبنا من القول وصلنا ووصلنا فيما السنوار هرب نريد نتائج واضحة في هذا الموضوع وزير الأمن القومي للإصالية مار بنكفير أجدد انتقاده لإدارة بايدن مشددا على وجوب أن تتوقف عن الضغط على تل أبيب للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هناك مشكلة في الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الإدارة الأمريكية بغض النظر عن مدى مهاجمة وسائل الإعلام وبغض النظر عن مدى مهاجمة مستشاري رئيس الوزراء لي فإن الجمهور يفهم المشكلة نحن نقدر أمريكا ونحب إدارتها لكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها معها كحليفتنا وصديقتنا ويجب على إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تذهب في النهاية إلى حماس فيما لا تزال أمور المفاوضات بشأن اتفاق باريس على ضبابيتها تد أبو تل أبيب ودعمها على ترويج الخوف ضد المقاومة للحصول على تنازلات هي مخططات تفشلها المقاومة في الميدان ويضع ضيوها لانقسام السياسي الجاري في تل أبيب تقرير محمد درويش أبواب الفرج الإسرائيلية مقفلة بالكامل متحسرا يبحث الإسرائيلي عن مفاتيحها بين رمال القطاع الصامد لعله يحظى بإنجاز وإن كان صوريا قبل أن تجرف أمواج بحر غزة مراده صرخة وجعا إسرائيلية على وقع الخيارات المرة الممزوجة بالخيبات السياسية والعسكرية تدور تل أبيب ومحورها في حلقة مفرغة تفشل شرايين الإمداد المفتوحة في لملمة ما تبقى من لوح زجاجها المكسور تحاول عبثا شراء الوقت لفرد واقعها على الأرض فيفضح إعلامها الفشل الميداني لجيشه بعد أربعة أشهر من العدوان ليعود ويزيد بأن 80% من أنفاق غزة ما زالت موجودة هو بيع أوهام أدخل المسؤولين الإسرائيليين في حالة تخبط على وقع حكومة تتميل بين تطرفها وشخصانية رئيسها وبين قلق واشنطن من تزايد قيمة الفاتورة الإسرائيلية في موسم حصادها الانتخابي الفشل الميداني الإسرائيلي دفع رأس الهرم في تل أبيب على مضض إلى خوض معركة دبلوماسية مدعومة أمريكيا لاستعادة أسراه معركة تشي بفشل إسرائيلي إضافي تعمقه شروط نتنياهو برفضه إنهاء الحرب قبل الانتصار على حماس وقتل قادتها شروط ستلاقي مصير أهداف الحرب نفسه الذي سبق له أن رفعها ولسيما في ظل الانقسام السياسي حول اتفاق الهدنة وعدم تمكن الجيش من تحقيق إنجاز يقوي به أوراق التفاوض السياسية مرغمة تدخل تل أبيب وداعموها مرحلة تزديد الأثمان مقابل نقاط إضافية يسجلها محور المقاومة في سجل إنجازاته مراحل تسير المقاومة بثبات بين ضفتيها نحو أهدافها بعد الصمود الإسطوري في مقابل آلة الحرب الإسرائيلية وتثبت مجددا قدرتها على النزال وعدم اضطرارها لتقديم التنازلات اندفاعة تقوي موقفها التفاوضي الساعي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي والتوافق على تفاصيل الإعمار ورفع الحصار وفق ما كشفته مصادر الميادين في لبنان أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ أربع عمليات استادفت خلال مواقع إسرائيلية عديدة عند الحدود الجنوبية أمس المقاومة أعلنت استادفة ثكنة افتاح وموقع السماقة ورويسات العلم في تلالك فرشوبة ومزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها وكان حزب الله قد أعلن استشهاد ثلاثة مقاومين على طريق القدس في اعتداء إسرائيلي جنوب لبنان بالتوازي أعلنت حركة أمال استشهاد ثلاثة من مقاوميها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب وتعرضت بلدات حدودية جنوبية للقصف الإسرائيلي حيث شن الاحتلال قصفا على بلدة بيتليف والجبين وكفر كلا ومحيط بلدات رشية الفخار ومركبة وشبعة وكفر حمام وطير حرفة وضهيرة وبرعشيت ويرون كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان عن حصلة عمليتها خلال 120 يوما دعم للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومة الباسلة التفاصيل مع خالد الخليل أهلا بكم على مدى 120 يوما من الحرب نفذ حزب الله 961 عملية عسكرية فيما بلغت الخسائر البشرية الإسرائيلية نحو 2000 بين قتيل وجريح الأعلام الحرب للمقاومة الإسلامية أكد أن العمليات العسكرية تنوعت بين أربعة استهدافات لآليات لوجستية 28 استهدافا لناقلات جند وأربعة وعشرين استهدافا لدبابات بالإضافة إلى استهداف ستة وعشرين مركزا قياديا ومئة وثماني وسبعين دشمة وتموضعا وأكثر من خمسمائة وحدة استيطانية مدمرة المقاومة استهدفت كذلك مئتي وسبعة وثلاثين تجهيزا فنيا وتجسسيا وثلاثمائة وستة عشر تموضع أفراد ومصنعين عسكريين وخمسة وعشرين جدارا حدوديا وأربعة عشر مربضة مدفعية ومنصتين قبة حديدية وخمسة مسيرات وطائرات فيما يخص الإخلاء داخل الجبهة الإسرائيلية بلغ عدد المستوطنات المخلات المعلن ثلاثة وأربعين مستوطنة أما عدد المستوطنين النازحين المعلن فبلغ واحد وثمانين ألفا أما عدد المستوطنين النازحين الفعلي فهو مئتي وثلاثين ألفا الأسلحة المستخدمة هي المدفعية ثلاثمائة وثلاثة وعشرون رمية مئتان وأربعة وأربعون صاروخ أرض أرض أما القنص والرشاشات فهو ثمانية وستون أربعون سلاح دفاع جوي فيما بلغ عدد رمايات السواريخ الموجهة ثلاثمائة وخمسة وثمانين معدل العمليات في اليوم الواحد بلغ ثمانية أما كان أكبر عدد عمليات فهو سجل في يوم واحد ستا وعشرين عملية بينما بلغ أقل عدد في يوم واحد فهو عمليتين عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أكد أن شروط لبنان هي التي ستفرض في نهاية المطاف على الكيان الإسرائيلي وخلال تشييع الشهيدة على طريق القدس عباس أحمد الخرسة في بلدة الطير الجنوبية أكد فضل الله أنه لا مجال للحديث عن جبهة جنوب لبنان من دون وقف العدوان على غزة كل الشروط ستكون شروط المقاومة في غزة وفي لبنان العدو ليس في موقع أن يفرض الشروط وبدأوا بالتراجع وسيتراجعون ولكل المفدين قلناها في السر وفي العلن لا كلام ولا نقاش حول أي أمر يتعلق بالجبهة هنا قبل أن يتوقف العدوان على غزة وقبل أن تتوقف هذه المذبحة الصهيونية بحق أطفال ونساء وشيوخ وأهل غزة وأيضا بعد الحرب وبعد أن تتوقف الحرب لن نسمح للعدو أن يحقق أي مكسب بالسياسة بعدما أعجزته دماء عباس ورفاقه عن تحقيق أي مكسب في الحرب دعا قاد الثورة والجمهورية الإسلامية في رانا سيد علي خمني أن نخب والشعوب إلى مطالبة حكوماتهم وإجبارها علاقة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وخلال استقبال مجموعة من القادة والمسؤولين في القوات الجوية للجيش الإيراني رأى أن الضغط الشعبي له تأثير كبير في سير الأحداث أن نخب في العالم الإسلامي عليها واجبات ونقصد العلماء والسياسيين والصحفيين وغيرهم ممن يشاهدون الظلم في غزة وكيف تقوم الولايات المتحدة بدعم الكيان الصهيوني وجرائمه ضد البشرية لذا عليهم نقل الحقيقة التي يشاهدونها لشعوبهم ليطالبوا حكوماتهم ويجبروها على توجيه ضربة حاسمة للكيان الصهيوني الضربة الحاسمة ليست بشن الحرب بل بقطع العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني إذا أردت الشعوب الضغط على حكوماتها فسيحدث ذلك وهو أمر مؤثر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال أن الاعتداءات الأمريكية في المنطقة دعم لجرائم الاحتلال وأضاف في مؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الولايات المتحدة تنتهك سيادة الدول ما تقوم به الحكومة الأمريكية من اعتداءات على المنطقة يعكس رغبتها في إتاحة المجال لمواصلة جرائم الكيان الصهيوني وتضليل الرأي العام عن أصل الأزمة في المنطقة هو العدوان الصهيوني الاعتداءات الأمريكية على سوريا والعراق واليمن هي انتهاك لسيادة هذه الدول وتخل بالأمن الأقليمي الولايات المتحدة مضطربة ومتناقضة بين أفعالها وأقوالها والمجتمع الدولي لا يمكنه الاعتماد على الدور الأمريكي لأجل تحقيق الاستقرار والثبات في المنطقة في سوريا فادت مصادر المادين بأن الجيش صدى هجومين لمسلح داعش في محط حقل عراق ببادية التدمر وأخرى في بادية السخنة وبأن سلحي الجو السوري والروسي شنان غارات جوية على تحركات لخلايا داعش في باديتي السخنة وتدمر شرق حمص يأتي ذلك فيما ترتفع واتيرة السيدة في القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا ستة قتلى وأكثر من أربعة عشر جريحا من مسلحي قسد حصيلة قصف طائرة مسيرة القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرق سوريا مشهد يعكس تنامي قدرة المقاومة على قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لم تعلن القوات الأمريكية عن خسائر في صفوف جنودها لكن خبر مقتل مسلحي قسد في القاعدة المشتركة مع واشنطن يكشف الكثير من المستور باعتبار أن هذه الاستهدافات جاءت بعد العدوان الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية وحتى بوتيرة قوية فهذا يؤكد بأن العدوان الأمريكي لم يؤثر على قوة الدفع للمقاومة وعلى أن هناك هدف واحد وهو تحرير هذه الأراضي وطرد الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية فشل العدوان الأمريكي شرق سوريا وغرب العراق في حد قدرات المقاومة فشل سبقه إعلان المقاومة أنها كانت قد استعدت للعدوان فيما اتهمت دمشق واشنطن باختلاق الذرائع لتنفيذ اعتداءات تصب نتائجها في مصلحة داعش فالقصف الأمريكي طال نقاطا للجيش السوري وحلفائه تعمل على مواجهة خلايا داعش في بادية دير الزر كل الهجمات أيضا التي أتعرض لها الجيش السوري نتيجة تسلل خلايا من داعش مدعومة بقوات استطلاع ودعم لوجستي أمريكي أنا أتكلم هنا عن شرق الفرات وبالتالي هذه العمليات أنا أعتقد مبررة إن كانت ضد داعش أو كانت ضد قصد لأنها جميعا هذه القوات تعمل على تقويت قدرة الجيش السوري على فرض الأمن واستقرار في المنطقة مصادر أكدت للميادين أن رد فصائل المقاومة على العدوان الأمريكي لن يتوقف وأن قصف القواعد الأمريكية لن يتوقف أيضا ما لم تعلن واشنطن بدء انسحاب قواتها من سوريا والعراق ارتفاع وطيرة استهداف القواعد الأمريكية شرق الفرات وإعلان قصد عن مقتلي مسلحين لها داخل القواعد العسكرية الأمريكية يمط اللثامة ربما عن خسائر أمريكية تحاول واشنطن إخفاءها ويؤكد قدرة المقاومة على استمرار عملياتها ضد القوات الأمريكية رضا الباشا حلب الميادين وجود قوات التحالف الدولي وضمنها قوات عسكرية أمريكية في العراق تحت عنوين مختلفة يواجه رفضا سياسيا دفع الحكومة العراقية إلى بدء حوار على مستوى اللجان العسكرية لبدء ترتيب انهاء مهمة هذه القوات صلاح الخزاعي عنوين مختلفة لوجود عسكري ترفضه غالبية الأوساط السياسية العراقية قوات تحالف بقيادة أمريكية جاءت للعراق تحت عنوان المشاعدة لمحاربة تنظيم داعش وخرجت عن مهمها بحسب الحكومة التي تواجه ضغطا كبيرا لإنهاء هذا الوجود يعتقد أننا سنشهد ربما إذا ما كان هناك اتفاق من جميع القوى والكتل السياسية على إنهاء هذا الملف بشكل حقيقي يفترض أن تكون هناك مساحة زمنية هادئة في سبيل أن حتى الفاعل السياسي العراقي يستطيع أن يعطي رؤية حقيقية تلامس مصالح الدولة العراقية في عام 2021 أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن التوصل إلى اتفاق عراقي أمريكي لتحويل مهمة القوات من قتالية إلى استشارية في خطوة احتواء للضغوط الداخلية التي تزداد وطيرتها اليوم سنحتاج إلى وقت طويل حتى يحسم هذا الملف وعلى هذا ربما ستستمر أيضا المواجهات العسكرية والضربات المتبادلة وأعتقد أن المقاومة للوجود الأمريكي ستستمر في المرحلة المقبلة تحالف إدارة الدولة الذي انبثقت منه الحكومة جدد تقويله الحكومة ودعمه الحوار الذي تجريه مع التحالف الدولي لإنهاء هذا الوجود بالتفاهم والحوار ملف إنهاء وجود قوات التحالف يبقى رهن اللجان الفنية العسكرية التي تجري حاليا عملية تقييم للوضع الأمني العام يقول مراقبون لكن الفعاليات السياسية المختلفة لا تزال على مطلبها برحيل هذه القوات صلاح الخزاعي بغداد الميادين جزم نائب المتحدث باسم وزارة الخرجية الأمريكية أن بلاده لم تقدم اختارا مسبقا للعراق قبل العدوان يوم الجمعة الماضي مضيفا أن العراق تم إبلغه على الفور بعد الضربات العراق على غرار كل دولة في المنطقة فهم أنه ثم تردا بعد مقتل جنودنا أما بالنسبة إلى هذا الرد يوم الجمعة فلم يكن هناك اختار مسبق لقد أبلغنا العراقيين فور حدوث الضربات عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طريقة بطلب من روسيا ناقش فيها الهجمات الأمريكية ضد العراق وسوريا وقد تامت موسكو وبكين واشنطن بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط يتصاعد القلق الدولي من توسع الصراعات في الشرق الأوسط ولسيما بعد الغارات الأمريكية الأخيرة على كل من سوريا والعراق لذا دعت روسيا إلى عقل جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لتنبه العالم إلى مخاطر الهجمات الأمريكية إن العنف الأحادي الجانبي من قبل واشنطن وحلفائها يفاقم الفوضى في المنطقة ويعطل كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية الصين أيضا دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة كمفتاح لحصر التوتر واتهمت واشنطن باختطاف النظام الدولي لكن الولايات المتحدة وصفت هجماتها بالدفاعية الولايات المتحدة شنت غارات جوية دقيقة في ثاني من شباط فبراير في كل من العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني ومجموعات الميليشيات التمعة له وهذا العمل الضروري المتكافئ جرى كممارسة لحق الولايات المتحدة الشرعي في الدفاع عن النفس أما مندوبا سوريا والعراق فرد برفض انتهاك السيادة بذراء عواهية أن الأسباب الجزرية لما تشهده منطقتنا من نزاعات ومعاناة وعدم استقرار مردها السياسات الخاطئة والهدامة للولايات المتحدة ودعمها الأعمال لا محدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني كذلك رفضت إيران اتهمها باستخدام تنظيمات المقاومة لخدمة أهدافها وطالبت الولايات المتحدة بالرحيل وبوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية وإسرائيل كل مجموعات المقاومات في المنطقة مستقلة وكل قراراتها وأفعالها نابعة من حقها الشرعي وفق القانون الدولي بإنهاء الوجود الأمريكي فوق أراضيها بذريعة الدفاع عن نفسي تبرر الولايات المتحدة اعتداءاتها على كل من سوريا والعراق وهي الذريعة نفسها التي بمجبها يمارس المحتل الإسرائيلي إبادته الجماعية في غزة لكن بأي قانون يحق للمحتل الدفاع عن نفسه نزار عبود الأمم المتحدة النيو يورك الميادين شدد وزير الخرجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية في غزة ودر انتشار الصراع ووفق بأن الخرجية الأمريكية بحث بلينكين ومن سلمان مجالات التنسيق في الإقليم لإنجاز نهاية مصدامة للصراع في غزة إضافة إلى وقف الهجمات اليمنية في البحر الأحمر وستشمل جولة بلينكين الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء العدوان على غزة قطر ومصر وإسرائيل مع تراكم المواقف العربية الواهنة تجاه العدوان على غزة ينمو الموقف السعودي بطريقة خاصة ولسيما فيما يتعلق بالعمليات اليمنية في البحر الأحمر التي اعتبرتها رياض نتيجة للعدوان في إشارة إلى ضرورة وقف العدوان على غزة حتى يتحقق الاستقرار في المنطقة فماذا وراء هذا الخطب؟ البحر الأحمر الجزء الأكبر مما يعرف بالصدع الجيولوجي العظيم يشكل اليوم الصدع الأكبر بين المواقف العربية والدولية حيال العدوان على غزة الموقف السعودي من الأحداث في البحر الأحمر وما تلاها من تشكيل الولايات المتحدة لحلف بحري دولي لمواجهة القوات اليمنية جاء ليمثل تمايزا واضحا ابتعدت فيه الرياض عن توجهات واشنطن ما دفع صنعاء إلى الإشادة بهذا الموقف أشيد بشكل خاص بالموقف السعودي تجاه هذه المسألة وزير الخارجي السعودي أكد بكل شجاعة على أن الرواية الأمريكية غير صحية وعلى أن الأحداث في البحر الأحمر هي مرتبطة بالأحداث في غزة هذه المواقف أنا أعتبرها الشجاعة ونتطلع إلى أن تتعاضم هذه المواقف السعودية الحليفة العربية الأولى للولايات المتحدة بأي ثمن تعلن وبشجاعة عن موقف معارض للأمريكي ولا يخدم مصالح واشنطن ولسيما أن الرياض تتميز بدور مؤثر عالمي وعربي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ما نحتاج إليه هو سلام معقول سلام يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش بجانب بعضهما بعضا في دولتين منفصلتين وأي شيء غير ذلك سيقل أزمات كما هي دولة فلسطينية مقابل السلام نتيجة يمكن استخلاصها مما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن اتفاق التطبيع مع السعودية يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين الهدوء مقابل التطبيع هي لعبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب الصحيفة التي تضيف أن بايدن يريد أن يقدم عرضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي سيقع بين خيارين إما تفككه السياسي إذا ما وافق وإما السقوط إذا ما رفض وبهذا الاتجاه تضع واشنطن الرياض أمام فخ التطبيع مقابل مواقفها حيال العدوان على غزة حبيب عز الدين الميادين في المواجهة المرتقبة بين جو بايدن ودونالد ترامب ستحضر العلاقة بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ولسيما بعد الانتقادات الإصالية الأخيرة لإدارة بايدن بشأن حجم الدعم الأمريكي للحرب على غزة فكيف يمكن أن تنعكس باقي الملفات الخارجية على السباق الرئاسي لا يختلف إثنان على الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل سواء سكن البيت الأبيض رئيس جمهوري أم ديمقراطي هذا الدعم ثابت يقولها المعسكران بكل صراحة ويقرنان أقوالهما بأفعال الاختلاف إن وجد فقد يكون على حجم هذا الدعم وشكله وثمنه هذا تماما ما تثيره الأوساط الإسرائيلية في الكواليس وفي العلن منذ بدء الحرب على غزة الهجوم الأشد أتى على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير الذي اتهم إدارة الرئيس بايدن بالضرر بالمجهود الحربي الإسرائيلي إعلان إدارة بايدن قبل ذلك فرض عقوبات على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية أثار غضب وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش الذي اعتبر القرار معاديا للسامية انتقادات عالية الصقف لبايدن دفعت بن يمين نتنياهو إلى الإقرار بوجود خلافات مع الولايات المتحدة لكن جرى التغلب عليها بقرارات مدروسة على حد تعبيره هذه العلاقة بين الحليفين ستحضر حتما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام ولكن إذا كانت الخلافات بين ترامب وبايدن حول هذه العلاقة تقتصر على التفاصيل فكيف ستكون مقاربة الرجلين لملفات شائكة أخرى وعلى رأسها العلاقة مع الصين وروسيا والحلف الأطلسي تقول مجلة فورين بوليسي في هذا الإطار إن الاختيار بين المرشحين الرئاسيين لا يشكل أي أهمية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية وقد ينحصل الخلاف بالمشاكل الداخلية فالرئيس بايدن واصل سياسة ترامب القائمة على التشدد في التعامل مع الصين ووصفت أجندته بأنها نسخة محدثة من رؤية ترامب للعالم لكن الأمر يختلف في موضوع الحلف الأطلسي تصف المجلة بايدن بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر تعاطفاً مع الحلف الأطلسي منذ الحرب الباردة على عكس ترامب الذي دأب على اتهام أوروبا بالاستفادة المجانية من سخاء الولايات المتحدة مهدداً بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا إضافة إلى الملف النووي الإيراني وتغير المناخ قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين بايدن وترامب لكن حدوث تحول جذري وفق فورين بوليسي هو أمر مستبعد قائلة إن تأثير الانتخابات المقبلة سيكون أكبر بكثير في السياسة الداخلية للولايات المتحدة مقارنة بالقضايا الرئيسة للسياسة الخارجية ختام النشرة لمزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات المايدين دوت نت باللغة الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير اشتركوا في القناة